السلام عليكم أعزائي الطلباء إن شاء الله رأكم لباس إن شاء الله يوصلكم الفيديو هذا وانتم في صحة وعافية وبمعنوية مرتفعة كذلك مؤخراً رأنا نشوفوه خاصة هادو لدرني كنز جور هادو بزاف تعليقات تعال الطلباء بدأوا يتضمروا من الوضع وبزاف طلباء قال كرهنا من المراجعة وتعبنا وبزاف يقول لك عينا شادين ولا شينا ويحسن عنكم على كل حال ما أتعرف هو بشي سهلا بشي الواحد يقرأ من سبتمبر حتى السبتمبر الجاي عام كامل هو يقرأ ويبريباري بشي حاجة سهلة هذا الشي نعترف به ونزيد تاني نعترف لكم أكثر باللي دفعة باكالوريا 2020 أنا واحد من عندين نقدر نسميها دفعة العصامية لأنهم نقرأوا رواحهم نقرأوا في ديارهم نقرأوا بوسائل التواصل الاجتماعي وإن كان خرجنا في شهر مارس هذه حالة طبيعية رأكم فيها مشغلتما قاعد تلاميذ العالم أجمع ما رأكمش وحدكم هذه أولاً تانياً تعب حالة طبيعية كت تعب ريح تعمل هم يومين حتى الثلاثة عادة ما كنش إشكال تحقق ريح اعتقد تريح مجدد ونلتخدم مجدد صح راح نكري ومعنش ونروح وبرسكم على المرض والحزر هذه لم نقرأ لهم怪 يسوء زر تقدر تريح تكون تريح تقابل الغيلات اللي تتفرج ولا تدير ديز اكتيفيتي في الدروسي مهم ريح دير امتيت باز لشيء اخر كذلك ركو تشوفوا بلي المرض رح يزيد رح يزيد بزاف وبزاف سلاميذ اللي بدأوا يدوروا من جهة الدروس الخصوصية دروس الخصوصية مرناش في وقت تاع دروس خصوصية نحن في وقت انتاع مرض الوبأرة ينتشر بسرعة النار في الهاشيم والباكالوريا سيفريه وامتحان مصيري مستقبلي بسح ما يستهلش باش نجيبوا به المرض الوالدينا لانه رعنا عرضة للفيروس في اي لحظة رح نريحوا نراجعوا في ديارنا تجمعات تع دروس خصوصية وهذه رح تدير مشاكل كبيرة الكورونا رح تقتل رح نشوفه بلي رح تقتل فعلا اذا سيفرييرا نحاوش ندير الباكترنا ونقرأ وكذا بصحة شي ما يعنيش انا نمشيوا الاماكن كجمعات اللي عندوين نقدروا نضروا روحنا هذا اللي الميصاج التاني ثالثا بغيت نحكي على كيفاش ترد الرغبة في المراجعة كتفقد الشهية في المراجعة لازمك اولا تتفكر باللي شجاعة صبره ساعة كيشوفوا الماراتون الماراتون شح يقلعوا فيه يقلعوا فيه بلي صونتان قاع يقلعوا من خط الانطلاق بصح شكون يوصل الخط الوصول يوصلوا للطواب البرمية اللي يكلاسيو وتوصل مراهم تاني دي فانتان اللي دي سيدو باش ما يحبسوش حتى الخط النهاية وإن كان لا يقلعوا في المراطب الأولى بالصح كما بديتها نكمل هذا هو نحن الآن نحن في ماراتون ماراتون ركت تتمشى فيه دير ريث منتاعك اللي يساعد كل واحد عنده ريث منتاعه يساعد بصح ما نحبسوش برسكو علاج إذا كان حبست ما هي معانتها ركت حبست في برغرام عام تانمينة لا، ركت حبست في برغرام منتاع 16 سنة قراءة 16 سنة وانت تتجري تجري تجري أجبت هذه اللحظة الحاسمة وافشلت لا، لا، إن كان رايح بصح ما كان تتتتتتتاً كيف ترد الرغبة في المراجعة؟ أولا يجب أن تبتعد على المجموعات السلبية المجموعات التواصل الاجتماعي الفيسبوك اليوتيوب المجموعات التي تبت الأفكار السلبية هولا نعينها هل نعرف بقائنها باكالورية اختيارية هل نعرف هذه معناه يبقى ديموراليزي فيك هذا هو خطك منهم تمشي مع الإيجابيين فقط لأن الإيجابية يعطيك طاقة إيجابية والسلبية يعطيك طاقة سلبية ثانياً لازمك تنظف مخك من الأفكار السلبية سوف نقرأه ومن بعد أسكو سيكون ما سيكون أنا ما نحاوش ما سيكون نحاوش نبريباري سيتو سيكون ما سيكون ما سيكون ما سيكون أنا نبريباري روحي كي يجير باك ندخل نفوت ما نبقش نضيع وقت في طرح التساؤلات هذه التي لا طائلة من ورائها ثانياً بنادم باش يموت يموت بالروتين لتران تران كي يبقى يشوف نفس الصورة دائماً يكره الغرفة التاعك ساعة لساعة بدلها لديكور تاحها بدل بدل طابلان بلاستها بدل سيبا سداري بدل بدل علاش لأن كل ما تريد ديكور تعطيها روح جديدة وتعطيك هي روح جديدة حاجة يسموها روح المكان روح المكان عندها دور أيضاً دير بروغرام تمشي به خاصةً ما تنعسش بلا ما تدير البروغرام بتاعك غدوة برسوكي ما تديرش البروغرام بتاع غدوة ما تقدرش تعرف روحك وشي غادي تدير في نفس الوقت قبل ما تنعس لازمك تقيم العمل تاعك من نسبة الانجاز تاع البرنامج لدرته البارح ما عليش لو كان غير 10% 10% انجاز ملي حتى هذا انجاز انجاز لازمو يزدي تطور حتى هذا انجاز ونعطرفو به هكذا ثاني دير ما يسمى بتحدي الخمس دقائق وانا حكيت علي في فيديوهات سابقة تحدي الخمس دقائق ما راش عندي الرغبة ما من في الدراسة ما عندي الرغبة نجيب الكراس التاعي وندير باللي غادي نقرأ خمس دقائق فقط خمس دقائق خمس دقائق خمس دقائق ماشي حاجة قاعد سريع خمس دقائق ما غادي تجي تبدأ تقرأ في المقدمة انت على الدرسة ولا في الفكرة ما انت تدخل للفكرة حتى تكون تكملت الخمس دقائق بصع انت انت او فو تدخل في الفكرة صان فالاتنسيو اراك خلقلك ما يسمى بتاعة الدرسة تكملها درسكو هذه من طبيعة البشر تلقى روحك باش تكمل الفكرة دخلت في الدقيقة السبعة العاشر حتى نفتح لك الشاهية للمراجعة تلقى روحك تتمشى مع الدرس في المراجعات تاعك عادي جداً لانه كما قلنا الشاهية جي لا بي تي مدامنا نخدمو شاهية زيت جي اكتر فاكتر كذلك بالنسبة لتقسيم الوقت تقسيم الوقت نراجعه بالربعين دقيقة لا نراجعه بساعتين بثلاثة بالربعة لا ربعين دقيقة فقط تراجع فيها المادة ثم تريح ربعا ساعة أو لعشرين دقيقة دور تمشى وحوص نرى ماذا وعاود تكمل ربعين دقيقة واحد اخرى بدل المراجعات تلت حيصص تراجع فيها ثلت حيصص فقط تلت حيصص بيناتهم كاينة عشر دقيقة على الآن ربعا ساعة ربعا ساعة لا تكره لا تعيش والآليات الدهنية لا تعيش تستطيع التواصل لا تقوم بإمكانك لا تقوم بإمكانك نخصص نهار كامل نقرأ فيها مادة واحدة نهار كامل بالتاريخ نهار هذا العلوم نهار هذا لو كان البيداغوج والدكتور رأيت طريقة هذه تصلح له وكان حتى في المدرسة لم يدروا لكم نهار واحد تاريخ ذلك ونهار واحد علوم طبيعية ونهار لا الحاجة تتميز بالتكرار والتعدد لازمك في نهار واحد تقرأ عدة مواد هكا باش باش ما تتعرقش للإرهاق والإجهاد هكا التعياء ما تقدرش تكمل يقول لك لا من قبل العلوم الإسلامية نكمل معها عاود قبل التاريخ كمل معنا ما تتكمل معنا ولا تتكمل مع روحك التعييفي روحك وم بعدك ترجع لها ما تلقاهاش على كل حال إذا هذه بعض الإزازتي السلحية كيف تسترجع الشاهية للمراجعة وأيضا كما قلت لكم الشجاعات صبره سائع هذا هو الوقت اللي الواحد يزيد 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 يجداهد أكثر فأكثر وما يلاشيش كيتعياء ربوزي هذه هي أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق أي طلبة ما رأيكم شوحدكم ما زلنا معكم توجهوا حتى الدخلوا تفوتوا بون كوراج ما تلاشيوش وربي معكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته